الرعب مالي العالم في الفيديو ده هنتكلم عن اكتر الاماكن رعبا في العالم بس اب لما نبدأ لو لسه جديد فما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك حلقاتنا اول باول وما تنساش تصلي على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة غابة اوكيجر هارا في اليابان بتتسمى بغابة الانتحار وابتقع بجانب جبل فوجي في اليابان وبيعتبرها البعض انها اكتر الاماكن رعبا على الاطلاق ومن سنة 1950 اختفى في الغابة دي حوالي 150 شخص من غير تفسير لاختفاءهم وذكرت ناشونال جيوجرافيك ان السلطات قامت بالبحث وتوصلت ل36 جسة مرة واحدة رقم اثنين جزيرة الدمى في المكسيك بيرجع تسمية الجزيرة دي بالاسم ده لما واحد من الاشخاص وزع دمى كتير جدا في كافة انحاء الجزيرة تكريم لروح فتا ماتت في البلدة في ظروف غمضة وتحولت الجزيرة دي لمصدر رعب الاهل البلدة وبيرجع ده لتشوه الدمى اللي كانت راسها مقطوعة او فقدت عينيها وبقى شكلها مرعب جدا رقم ثلاثة جزيرة التعابين في البرازيل بتقع في البرازيل اخطر جزيرة في العالم وبتحتوي الجزيرة دي على الاف التعابين السمة ومن ضمنها تعبان جولدن لانس هيد وهو تعبان نادر جدا وبسبب التعابين الكتير جدا دي السلطات منعت المدنيين من زيارة الجزيرة اصلا رقم اربعة قرية بلوكي في بريطانيا وبتقع قرية بلوكي في القرب من مدينة اوشفرد في مقاطعة كيند وبيعتقد الجميع ان القرية دي مسكونة ومليانة اشباح وبيقول السكان انهم بيلقوا اشباح في اوقات مختلفة وقال الكتير من السكان انهم سمعوا اصوات غريبة جدا تخلي الاجسام تأشهر وده قبل ما يهجرها سكانها ودلوقتي بقت بس مزار للمغامرين اللي بيحبوا المغامرات والاساطير والاشباح وخصوصا في عيد الهالوين اللي عندهم رقم خمسة جزيرة الموت الاسود في ايطاليا وهي عبارة عن مستشفى عسكري قديم وكانت شاهد على معاناة مرضى الطعون اللي قضى عليهم وعلشان كده اتسمت الجزيرة دي بلعنة الموت الاسود وهجرها سكانها من خمسين سنة علشان كانوا معتقدين انها مسكونة بالارواح اللي مش قادرة ترقد في سلام رقم ستة سرديب الموتة في باريس والسرديب دي من اكتر الاماكن رعبا في العالم ومعروفة كمان بامبراطورية الموتة وبتحتوي على رفات ست ملايين شخص وبيبلغ طلها حوالي متين كيلو متر رقم سبعة معسكر اوشفيتز في جنوب بولندا وهو معسكر اهتقال نازي وتوفى فيه حوالي مليون شخص من اليهود علشان ظروف المعيشة هناك كانت وحشية للغاية وكتير منهم مات بسبب الجوع والامراض المعدية والعمل القصري كمان وعمليات الاعدام الفردية والتجارب الطبية عليهم رقم تمانية كنيسة سيدليك في جمهورية اللي تشيك وهي كنيسة كاسولوكية رومانية تحتها في مغبرة بتضم جميع القديسين وبتضم هياكل عظمية لتقريبا سبعين الف شخص مترتبة كده بشكل فني لتشكيل الزخارف والمفرشات للكنيسة وظهر المكان ده في كتير جدا من افلام الرعب وبكده بتكون خلصت حلقتنا النهاردة ما تنساش لايك وكومنت واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك حلقتنا اول باول كان معاكم محمد كمال من قناتكم مذهل ومدهش دمتم في امان الله مع السلامة